بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي مجددا هاد المره فيديو جديد جديد غادي نحاول نهضر فيه على برنامج الجيد عن المشترك العلمي فكما يعلم الجميع انه يعني الوزارة الدولة تبنت تشاهد تعميم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية وبالتالي هنا مرة مرة غادي مقاون ديرو فيديوهات باللغة الفرنسية ولكن حاليا سنقتصر فقط على فيديوهات باللغة العربية فالفيديو اليوم غادي يكون باللغة العربية يعني كيف 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 العادة ولكن اللي بغيت نشير ليه واللي مهم في هاد شي هو انه هاد شي هذا اللي بالعربية راه هو نفسه غادي يلقاه في غادي يلقاه يعني بالفرنسية فقط ترجمات العناوين الى اخره اذا ما نطورش عليكم غادي نشوفو البرنامج ديال الجدع المشترك على علمي هذا الجدع المشترك العلمي كما يعلم الجامع الجدع المشترك علمي البرنامج ديال علوم الحياة والارض كين قاسم من جوج كين قاسم من الوحدة الاولى واللي هي وحدة علم البيئة والوحدة الثانية واللي هي الوحدة ديال التوالد عند النباتات فاش كنبغي ونبدو هاد البرنامج ديال الوحدة ديال علم البيئة لابد ما ندروله واحد تخطط طبيعة الحالة يخصنا تخططه ولكن باش نخططه وخشنا نفهمو زعماش شنوبغينا من هاد تلميت شنوبغينا ليش بغي نوصل فهد المقدمة تشير الى ان وحدة علم البيئة ترتكز على دراسة الحميلة البيئية يعني واحد الواسط الطبيعي بجميع مكوناته وتفاعل مكوناته فيما بينها علم البيئة او لدراسة علم البيئة كندرسو فيه شنو هم المكونات ديالو وشنو هي طبيعة العلاقة بينتهم يعني شنو هي المكونات ديالو وشنو هو الأنواع التفاعلات اللي كان مبيل المكونات مثلاً كين التربة كين المياه كيف تتعامل تربة مع المياه كين التربة فيها ديدان كيف تتعامل تربة مع ديدان الى اخره يعني هذه اسئلة مجزة اغير بس تفهموا السؤال المركزي والرئيسي فترتكز وحدة علم البيئة على دراسة الحميلة البيئية من خلال مكوناتها التنظيمي والعلاقي التنظيمي يعني شنو شنو هم المكونات والعلاقي يعني العلاقة بين هاد المكونات داخل شبكات تتفاعل فيما بينها تتفاعل فيها يعني مختلف مكونات باعتبارها تفاعلات الدينامية يتم فيها تدفق المادة والطاقة يعني في الاخير غاد نهضروا على الانتقال ديال المادة والطاقة او للتدفق ديالهم من سلسلة او لمون مستوى غدائي الى اخر وترمي دراسة هذه الوحدة الى مساعدة المتعلم على اكتسب الحس البيئي الحس يعني تولي عنده معرفة بالعالم المحيط به بالمكونات ديال العالم المحيط به يفرق بين يعني مسألة الشبكة الغدائية السلسلة الغدائية توازنات طبيعية اسباب اختلال توازنات الطبيعية تأثير التربة وتأثير العوامل المناخية على توزيع الكائنات الحياة الى اخره ويصبح لديه موقف سليم تجاه البيئة وتجاه بيئته والتشبع بتربية بيئية من اجل تنمية مستدامة يساهم فيها المتعلم بالتدبير المعقلا للموارد الطبيعية كما تهدف الى تدعيم وتعميق المفاهيم المكتسبة في هذا الموضع وكذلك تنمية مختلف الكفاية ولتحقيق ذلك وانسجاما مع طبيعة المواضع المختارة يعني باش نوصلوا لهذه الكفاية اللي سنهضر عليهم يعني هذه الوحدة قلنا ترمي اذا سنهضروا على المرامي مساعدة المتعلم على اكتساب الحس البيئي والتشبع بتربية بيئية من اجل تنمية مستدامة ويوليها التنمية كي يستعمل الموارد الطبيعية بشكل معاقلا وندعمه عنده يعني المفاهيم المكتسبة في هذا الموضع وهنا باش نوصلوا لهذا الشي هذا كامل اللي تنهضر عليهم من الاول وانسجاما معه نبغي الانطلاق من ملاحظات ميدانية يتم ودعمها تدريجيا بمعطيات متنوعة من مصادر مختلفة اذا يجب ان نطلق به من الميدان يعني شنو؟ يعني في هذا الوحدة التنمية يجب ان يخرج من الفصل التراسي ولوما الاقسام يأما الساحة المؤسسة فين كين يعني نباتات او ما شابه ومع الاشارة الى انها يعني ليست اوسط طبيعية وانما اوسط مصطلح ينبغي الانطلاق من ملاحظات ميدانية مهم اولا ننطلق من انه كين ملاحظة او كين يعني مشكل ميداني يتم ودعمها تدريجيا بمعطيات متنوعة من مصادر مختلفة مراجع دراسات علمية دورية مختصة مصالح اقليمية او جهوية او وطنية او الى اخرى اذا هنا تخصنا اولا نخرجو التلميذ نوريو كيفاش تنحصلو على المعطيات كيفاش كنجمعو المعطيات كيفاش نعطيه واحد المجموعة من الافكار ومن بعد كندعمو له هديك الافكار بوثائق او لا بمعطيات سواء من مديرية الارصاد الجوية سواء من المصالح الاقليمية او الجهوية او الوطنية للمياه والغابات مكتب الاستثمار الفراحي دورية وزارية لوزارة مثلا الطاقة او لوزارة الفلاحة او مشابه بالاضافة الى مناولات وتجارب يتم القيام بها خلال معالجة مختلف مواضع الوحدة اذا اول حاجة كتوسع لها الوزارة في توجهات رسمية هنا على علم البيئة هو مسألة الميدان يعني بتلميذ هنا خاصوا يخرج من القسم ويدير الدراسة هدي اول حاجة ثاني حاجة كنعتمدوا على المصالح ديال الدولة باش ناخدهم لعندهم معطيات اللي يقراوا بها التالي ثالث حاجة تنتكلموا على مناولات وتجارب اذا هنا حالة نقولوا راي غادي نحاولوا يجيب المعطيات من المركز ديالها من الاصل ديالها من يعني فين تكونت اذا باش نوصلوا لهذا الشي كامل اللي يتكلمنا عليه كتكترح عنا الوزارة هاد البرنامج اللي المدة دياله 51 ساعة كيفاش هاد 51 ساعة جيت عمو اشترك علميا عندهم ثلاثة سويع في الأسبوع وكان قراوحنا في كل دورة 17 أسبوع يعني جوج الدورة 34 أسبوع إلا اخذينا غير الدورة الأولى فيها 17 أسبوع هاد 17 أسبوع إلا ضربناها في ثلاثة عركة اللي قاوها 51 ساعة بالنسبة العنوان ديال الوحدة هو علم البيئة المكتسبات القبلية يجنو خاصو يكون عارف خاصو يكون عارف الوحدة الأولى والتانية ديال الإعدادية يعني هادك الشي اللي قراف الأعدادية الوحدة الأولى والتانية ديال الأولى إعدادية يعني هادك الشي اللي قراف السابعة الوحدة الأولى والوحدة التانية اهدر على الوسط الطبيعي كيف تتنفس الحيوانات إلى آخر فهنا نديرولو حد تقويم تشخيصي في هاد المسألة ولي في بداية معالجة الوحدة نديرو لوحة تقويم الشخصي ونركزو له على المعطيات اللي كينا في هاد الوحدة واللي عندها علاقة هالشي اللي غيقرة ثم ننتقل الى التدريء يعني من بعد ما نديرو المعالجة والدعم للبنائين اللي بنيناهم على التقويم القبلي او للتقويم الشخصي نبدأوا في تدريس المضاميين ولمعالجة المضاميين لموراد دراستهم فغدين بدأوا يعني هاد الوحدة ممكن ان نقسمها الى خمسة فصول الفصل الاول فيه 12 ساعة اللي هو القيم بخرجة دراسية الفصل الثاني فيه 9 ساعة اللي هو العوامل التربوية وعلاقتها بالكائنة الحية الفصل الثالث العوامل المناخية وعلاقتها بالكائنة الحية الفصل الرابع تدفق المادة والطاقة داخل الحميلة البيئية والفصل السادس اللي تتقالي 6 ساعة هو توازنة الطابعية فالفصل الاول اللي قلنا المدة ديها 12 ساعة فغدينقوموا به يعني القيم بخرجة دراسية تي خصنا نهدرو له او لا يعني فاش نديرو هاد الخرجة قبل ما نديرونا خصنا نهدرو لها الوطائق ديالها المستلزمات ديالها الادوات ديالها الى اخره ونكونوا عارفين كذلك التقنيات ديالها وهنا في الدرس في الدفتر الدرس يعني تنسجلوا هاد الاشياء هادي الفصل الاول القيام بخرجة دراسية اشنا هي الوسائل اه اختيار المنطقة الى اخره وانجاز الخرجة تعريف اولي للحاملة البيئية هنايا كنشوفو في هاد تقنيات الميدانية اه تقنيات مثلا الحساب طول الاشجار تقنيات التربيع اللي كنحسبو بها الكائن النباتات وتقنيات الجرد ديال الحيوانات يعني واساليب الى اخره ومن هاد شي كامل يعني في خلال ها 12 ساعة كنحاولو نستخرجو واحد تعريف اولي ديال الحاملة البيئية ها التعريف الاولي اللي غد نطوره في تقريبا في نهاية الوحدة العوامل التربوية هاد الفصل الثاني مدة دياله 9 ساعات العوامل التربوية فاولا غدا ندرسو خاصية التربة خاصية فيزيائية خاصية كيميائية الى اخر مكونات ديالها غنشوفو كدلك دورة التربة في توزيع الكائنات الحياني فاش كتكون تربة رطبة او لفاش كتكون تربة عندها سمك اه ضعيف فيها فراغات نفوضة غير نفوضة الى اخره الطبيعة الكيميائية ديالها اه كيفاش كتساهم في توزيع الكائنات الحيى ثم دور الكائنات الحيى في تطور التربة يعني تأثير وتأثير التربة تؤثر على توزيع الكائنات الحيى والكائنات الحيى تؤثر على تطور التربة ثم هنزول اخيرا في هذا الفصل الثاني هيكون عندنا تأثير الانسان على التربة فالساعة هنا في الفصل الثالث العوامل المناخية يعني هتروع الامطار درجة الحرارة فترة القحولة فترة الرطوبة الفرق بيناتهم ندور العوامل المناخية في توزيع الكائنات الحيى ونعرفو كيفاش نضبطو العوامل المناخية في الميدان الفيناحي باش نحصلو على واحد مردودية كبيرة ثم بيدان هنا اعتقد انه يعني في هاد المرحلة هادي في هاد المرحلة هادي يعني من بعد الفصل اه يعني اه او لا مباشرة بعد نهاية الفصل الثاني او في منتصف الفصل الثالث تي خستنا نديرو اه تقويم تكويني يعني فرض محروس رقم واحد في المنتصف هنا اياه و الفرض محروس رقم جوج اللي خستنا نديروه في النهاية منه طبيعة الحال تيطلبو لنا غير جوج ديال الفروت ثم اه نتمم هنا الفصل الثالث تسعة ساعات اه تدفق المادة اه والطاقة داخل الحميلة البيئية تنهضرو في علاقات الغذائية اه منتجون مستهلكون من الدرجة الاولى مستهلكون من الدرجة الثانية الى اخرى محللون كنهضرو كذلك على الشبكات الغذائية اهرام الكتلة يعني بالكيلو جرام واهرام الطاقة بالكيلو جول استعمال اولا استكمال تعريف مفهوم الحميلة البيئية اللي كلنا عرفناه في الفصل الاول من بعد انجاز الخارجة الدراسية اولا خرج نعم خرجة الدراسية الجوانب الديناميكية للحميلة البيئية ثم في الاخير سنتكلم عن التوازنات الطبيعية اه وشنا هي الاخطار ديال استغلال غير معقلة للموارد الطبيعية وكذلك نشوفو شنو هي اولا شفين كتجلة ضرورة الحفاظ على التوازن الطبيعية ودور الانسان في حماية هاته التوازنت ومن بعد ما نسأليه هنا قلنا قد نديروه واحد الفرد التكويني اه يعني الفرد رقم جوسي اه هذا بالنسبة للدورة الاولى بالنسبة للدورة الثانية قد تهدرنا على التوالد عند النباتات هالتوالد عند النباتات تستهدف هذه الوحدة تمكين المتعلم من تعمق مكتسباته حول توالد النباتات مما يجعله قادرا على استعاب كيفية انتشار واستمرار بقاء هذه الكائنات الحية داخل الحميلات البيئية باش يقول لي عارف كيفاش هاد الكائنات لقوها غدل قوها بعد غدل عم الجاي لقوها الناس القرن الجاي الى اخره يعني مستمرة في الزمن والمكان كما توتيح له فرصة القيام بانشطة متنوعة من خلال يعني هاد الوحدة غتخلي التلميذ انه يدير واحد مجموعة من الانشطة بحالش بحال اجراء مدنولات متعددة شريح الازهار في الفصل الاول غد يشرحوا الازهار غيشوفو كيفاش كتنبت البودور او لا تقوم وعملت الانبات وانجاز بعض التطبيقات داخل حدقات المؤسسة بحال التطعيم والافتسال والترقيد التطعيم والافتسال والترقيد عادي نشوفو كل واحدة واشنه المعنى ديالها الى حال كما توفر للمتعلم امكانية استعمال بعض الاجهزة البصرية ويتوتيح له الاستد فرصة تنويع طرائق التدريس كالعمل ضمن مجموعات وتكلف المتعلمين اذن هنا المتعلم يقدر يستعمل بعض الاجهزة البصرية بحال المجهر وكذلك الاستد يقدر ينوع طرق ديال التدريس اما يدير على مشكلة المجموعات او يكلف المتعلمين بتطبيقات الزراعية داخل الحدقة كالبستانة صنع او لا انشاء مشاتي لاجراء بحوط واستقصاءات الاستطلاعات مما يجعلهم يلامسون اهمية هذه التطبيقات في الميدان واستكمالا لما اكتسبوا المتعلمون في هذا الموضوع يعني بغيتنا دراسة الدراعة الخالوية التي تؤدي الى تشكو الحبوب اللقاح والكس الجنيني الى اقسام تقديم مفهوم الانقسام الاختسالي بطريقة مبسطة دون الدخول في تفاصيل مراحل وقالية هذا الانقسام هنا في هذا المستوى ديال الجدع مسترق صعيب عليهم يعني في السين ديالهم صعيب عليهم يفهموا الانقسام الاختسالي بالتفاصيل الدقيقة دياله الشكل ديال السبغيات في كل مرحلة الى اخره فهنا تشير التوهجهات الى انه حبوب اللقاح والكس الجنيني تؤدي او لا يعني هالدواهر الخالوية اثناء دراستها تؤدي الى تشكو الحبوب اللقاح والكس الجنيني و الى الاقصاب مضاعف لك باش ندوزو من كائنات حية الى حيوانات مانوية ثم الى كائنات حية من جديد فهنا لا بد ما نتكلمو و نتطرقو على المفهوم ديال انقسام الاختزالي وهنا التوجيهات كتقول لنا بانه ما تيخص نتعمقو في الشرح ديال انقصام الاختزالي تيخص تكون واحد طريقة مبساطة علاش؟ باش من اللي ندخلو لدوارات النمو ما نلقوش عندنا مشكلة تفهم بسرعة فهلا غادي نشوفو البرنامج ديال الدورة التانية كيف ما قلنا فيه 17 اسبوع وكل اسبوع يقرأ فيها تليمية ثلاثة الساحات واللي هو دونك هنا يا العنوان ديالوحدة هو التوالدات عند النباتات عنده علاقة بالوحدة التانية او للوحدة الرابعة من التانية اعداتي يعني من الثامنة كيف ما نسميه الثامنة احنا هنا كذلك عدنا اه خمس او ستة فاصل يلا بغينا نقول والفاصل الاول التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية يعني التوالد الجنسي يعني بوجود جنسي يعني كين ذكر وكين انتا كي عطيونا نبتة ذكر ونبتة انتا كي عطيونا كأينة حية عندها ازهار النباتات الزهرية ثم نفس التوالد الجنسي ولكن عند النباتات الزهرية فهنا في التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية البودور ديالها يعني كيف ما تنقلو غير مغطات وكذلك من بعد كيف ما نقولنا غنشوفو التولد الجنسي عند نباتات اللازهرية تولد الجنسي ولكن عند نباتات لازهرية يعني ما تتقومش او لا ما عنداش ازهار وغادي نشوفو نماديج عند الطحالب كيفية كاتر جنسيا الطحالب وكذلك عند السرخص والحزازيات ثم في الفصل الثالث سنتكلم عن دوارات النمو بعده في الفصل الرابع سنتقل الى التوالد اللاجنسي فاش كنقول التوالد اللاجنسي يعني كنهدرو على التقاطر الخضاري يعني بدون استعمال جنسي يعني ما كنش ذكروا انت كن كائن حي ايرمافروديت قدي يعطينا كائنات اخرى مشابهة له فهنا قديش هدرو على التقاطر الخضاري تطبيقاته في الميدان الزراعي بحل تطعيم القريفاج الافتسال tenim، الباطيراج و الترقي應 ثم في فصل الثالث خامس سنتكلم عن تعديل الويراتي عند النباتات اولا اللي قرمزوليه بي تقنيات تعديل الويراتي عند النباتات وإشكاليات تعديل الويراتي عند النباتات وفي الأخير سنقوم بتصنيف النباتات هنا كل فصل من هذا الفصل عنده واحد المدة الزمانية يخصنا واحد تقويم تشخيصي يعني المدة دي 30 دقيقة يهم الوحدة الرابعة من برنامج دي الثانية ثم تخصنا التقويم التكويني في محطتين المرحلة الأولى يعني بعد نهاية بعد نهاية الفصلين الأول والثاني والتقويم التكويني الثاني حفوان وتقويم التكويني الثاني يعني بعد نهاية الوحدة ككل فهنا يعني تنكون سلينا برنامج أو لسلينا الصرحة دي برنامج دي الزيت عن مستارك علمي غدا نتقو في فيديوهات أخرى ونشرح فيها دروس أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر